اشتركوا في القناة الجرس ليصلك كل ما هو جديد شيء ثني جميعا وبالتطبيقات التي تحدثت عليها في حلقات سابقة او في هذه الحلقة تقوم بتحميلها اسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلومات حلقة اليوم ان شاء الله سوف يتحدث فيها عن تطبيق تقوم به بايقاف اي تطبيق او حضر اي موقع او حتى تلك المواقع الاباحية بضغطة زر واحدة تقوم بتحميل تطبيق اسفل هذا الفيديو بعد تحميله تضغط عليه الضغطة واحدة يفتح معك بهذه الواجهة بعدها تعطيه صلاحية يبدأ بالعمل ثم لانه سوف يقوم بايقافه ان تبحث في هنا او تطبيقات المثبتة تبحث على تضغط عليه اشارة صح او تعطيه الصلاحية من هنا يبدأ بالعمل انظر ما يعطيك هنا علامة زي تضغط عليه هنا يخبرك اذا اردت ايقاف ويب سايته تكتب هنا الادرس مثلا سوف نحن نجرب موقعي الخاصة ميستر نورو للمعلوميات هكذا من اراد ان يدخل الى موقعي يعني ليشيئة كل ما هو جديد عليها انظر معي بعدما قمت باضافة رابط موقعي اضغط عليه هنا انظر ما يعطي حتى الايقونة التي وضعها عليه يكون هكذا لو نأتي الان نذهب الى جوجل المتصفح جوجل هنا ونكتب يعني موقعي الخاصة سوف مباشرة يخبرك انه قام باغلاقه this seat is blocked by block seat يعني لا تستطيع الدخول اليه حتى ولو ضغط هنا سوف يعود بك الى جوجل مباشرة ليعطيك صلاحية الى الدخول الى التطبيق هذا بنسبة الى المواقع اذا اردت ايقاف تطبيق او حضر التطبيق على هاتفك تضغط على apps من هنا هنا ويب سايت كما تلاحظ وهنا apps تدخل عليها كذا وتختار اي تطبيق مثلا ادسانس نضعها ادسانس هنا مثلا لو نعود الان هنا للدخول الى التطبيق ادسانس يخبرك انك لا تستطيع الدخول اليه انه قام بحضرها نعم سوف تلاحظ امر اخر ايضا تستطيع للولود الى هذا التطبيق او يعني للدخول اليه يجب ان تقوم بحمايته يعني حتى ليقوم اي شخص بنزعه من هاتفك ويدخل الى اي تطبيق تستعمله او اي شي تضغط على ثلاث نقاط من هنا ثم على كلمة الاولى او الاعدادات وتأتي الى هنا باسورد بروتكشن او استعمال الحماية الخاصة على التطبيق تضغط عليها هكذا وتختار نون يعني لا يقوم بحمايته هنا باتران واسفلها باسكود مثلا سوف نستعمل باتران نضعها هكذا فقط للتجربة انظر معي هكذا انتهينا من الامر continue اذا اردت وضع كلمة مرور يعني غوثام سيتي يعني بيبيا او ما شبه ذلك تقوم بالاجابة على هذه الاسئلة حتى لا تخطأ فيها من بعد يعني او نسيت الباترنر تستطيع الرجوع اليها مثلا هكذا باطمان مثل ما هي مكتوبة تضغط على next بعدها مباشرة الان تستعمله عادي جدا لو اردت الدخول اليه سوف يجب ان تضع يعني الكود الذي استعملته وحتى بعدها تستطيع ان تقوم بحظر اي تطبيق او بإلغاء الحظر عليها ليقاف الحظر عليها مباشرة تضغط على سلة المهمالات يقوم بحذفها من سلة المهمالات وبعدها مباشرة لو اردت الدخول اليه مرة اخرى سوف تستطيع الولوج اليه بهذه الطريقة السهلة هذا بالنسبة إلى المواقع وبالنسبة إلى التطبيقات أما بالنسبة إلى المواقع الإباحية التي سوف تستطيع أيضا بالضغط الثلاث نقاط من هنا في الـ Settings أو الإعدادات تبحث عليها باج إيماج هنا يعطيك شكل الذي تريد أن تستعمله وأيضا يعني كين هنا الخطة يعني الخاصة بالـ Premium أيضا خطة جميلة حيث منه تستطيع استعمال توقيف مواقع أكثر أو استعمال التطبيقات التي قامت بحثها أما بالنسبة كما أخبرتكم إلى المواقع الإباحية تأتي إلى هنا في الأسفل في الخيار هذا Adult Block كما تلاحظ Adult Seat Are Not Blocked يعني لا يقوموا بإيقافها أن تضع عليها إشارة صحف مرة واحدة Adult Seat Are Blocked يعني لو أردت الدخول أو استعمال هاتفك في الدخول إلى المواقع الإباحية لا يستطيع الدخول إليها أي شخص حتى ولو كان أي موقع مباشرة قاموا بحثفها من هنا بهذه الطريقة تستطيع حثف المواقع الإباحية كما أخبرتكم من الخيار الذي يكون على يمينك هنا وهنا لإيقاف التطبيقات وأيضا لإيقاف المواقع وابسايت وابسايت هذا هو التطبيق الذي أردت أن أشرحه أتمنى أنه قد نال إعجابكم لو نال إعجابكم لا تنسوك تحفيز إلى قناة ميستر نورو المعلومية الضغط على زر إعجاب أسفل هذا الفيديو ونشره حتى تعمل فائدة بيننا بالضغط على زر مشاركة ووضع لنا تعليق يكون أي شيء وأي سؤال سوف أكون سعيد بالرد عليه لو طلع عليكم أكثر من هذا سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة اشتركوا في القناة